إلى ذلك تفقد محافظ سقطر المهندس رافت الثاقلي متنزه جعل الهن السياحي بمنطقة دوكسوم البيئية للإطلاع على نشاطه وما يقدمه من خدمات سياحية أشهد المحافظ بالجهود الكبيرة المبذولة من أهالي المنطقة في تطوير المتنزه السياحي الذي يمثل رافدا مهما لقطاع السياحة في الجزيرة والمنطقة ويعزز من جد بالسياح إليه لما يتميز به من جمال وطبيعة خلبة ترجمة نانسي قنقر